انت تتوقع انو ريال او عدا من مباراة النهاردة فهو لا هيخذ البطول هو الاقرب طبعا نفوس بخمسطاشر للاقب خمسطاشر بس طبعا ممكن الجملة كده هتزعى الجمهور الاهلي بقى كان فرحان فول العلقة هي صدفة غريبة طبعا الريال الاكثر تتويجا في اوروبا 14 لقب والاهلي الاكثر تتويجا في افريقيا 11 لقب مفيش سنة دول 25 لقب او مفيش سنة الاهلي فاس باللقب وفاس بالريال لان افريقيا اوروبا مفيش سنة الريال يا بطل اوروبا او بطل افريقيا لا يا غريبة ان 25 لقب انو كان في 25 لقب 14 و11 مفيش مرة تصدف الاثنين حتى الناس احد يقول ليه طبعا الاهلي لعب ريال في كسعام القندية ازاي ما كانش كان بطل ان الاهلي كان شاركة وصيف الناس بس ممكن تكون ناسية الوداد هو البطن والمغرب بتنظم بطولة فالاهلي شاركة وصيف وقابل ريال مدريد فالاكد انت تتخيل الفكرة والصدفة الغريبة هل ممكن السنة دي تحصل تبقى الاول مرة لا ان شاء الله ريال يطلع النهاردة هي صدفة غريبة لكن طبعا هي صدفة يعني مفيش حاجة اسمها تفاول وتشاوم الكلام ده في الكورة لكن وارد جدا تحصل السنة دي لان الفرقتين فرقتين كبار جدا سواء على مستوى افريقيا هنا ومستوى اوروبا هنا مع اختلف المستوى طبعا التنافسي بشكل كبير ولكن سبحان الله الفرقتين دول اللي بيوص على مسارتهم بيروحوا دور الابطال ممكن يبقوا محليا مش ماشي معام كويس لكن بيروحوا دور الابطال اوروبا وافريقيا من ادوال الاقصائية تحس ان بيحصل تحول في اداء الفرقة بشكل عجيب وغريب حتى لو كان مستوى مش قد مستوى هل سنستنى المباراة دي ونشوف ايه هوا مثلا بصي اهو ايك حاجة هي افريقيا هتحسم الاول على الفكرة حان الفترة اللي جاية يعني التارت اربعة سبعية جاين دول متعة كروية رهيبة عندينا اتناشر والتسعتاشر مايو نهاية الكونفدرالية زي منكنون ابركان في الاول في مغرب والعودة مصري التسعتاشر عندينا تمنتاشر وخمسة وعشرين مايو الاهل والترجي في تونس تمنتاشر والقائرة خمسة وعشرين فحنا 19 مايو نهاية الكونفدرالية هنا في القيارة إن شاء الله 25 مايو نهاية دارة بطالة أفريقية أهل وترجي هنا إن شاء الله 1-6 اللي هو السبت اللي بعدهم على طول نهاية دارة بطالة أوروبا إن شاء الله فحنا عندنا 3 أسابيع وراء بعض إحنا اللي هنحسن من الأول أه حد في سبت في سبت هيبقى 3 نهايات وراء بعض مهمين جدا جدا وعتقد هتبقى دعوة لمطع القروية وإن شاء الله لكل تاخير همسكت كل جمهير مصرية بتتوجي الأهل والزمالك إن شاء الله